إعلان المجلس الدستوري إلغاء الرئاسيات وبقاء الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح في منصبه إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد أثار العديد من ردود الفعل في الأوساط الإعلامية الجزائرية موقع كل شيء عن الجزائر أورد أن بقاء بن صالح كرئيس مؤقت يعني إطالة عمر الأزمة التي تعيشها البلاد واستمرار حالة الانسداد في ظل استمرار رفض الحركة الشعبية إجراء أي انتخابات يشرف عليها رموز النظام السياسي السابق منهم الرئيس عبدالقادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي صحيفة الشروق أوردت من جانبها أن الدستور لا يتضمن مواد تتحدث عن تأجيل الرئاسيات وأكدت نقلا عن خبيرة في القانون الدستورية أن بن صالح سيكون بإمكانه استدعاء الهيئة الناخبة من جديد وإجراء الانتخابات بنفس الآليات السابقة مقترحتنا التريث إلى غاية ما بعد تاريخ الخامس من يوليوز أي بعد انتهاء مدة رئاسة بن صالح ما يعطي حسب المادة 107 من الدستور للشعب الجزائري استرجاع مشروعيته وسيادته الوطنية ويسمح لكل أطياف المجتمع المدني بالحوار وإيجاد حلول ممكنة للخروج من الأزمة وفي قراءة أخرى لإعلان تمديد مدة رئاسة عبد القادر بن صالح اعتبرت يومية المحور أن مهام رئيس الدولة المؤقتة ستنتهي بصفة تلقائية يوم التاسع من يوليوز ولا يمكنهم وصلة مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جديد وتسليمه مهامها عكس الفتوى التي أصدرها المجلس الدستورية مشددة على أن بن صالح سيقوم باستدعاء الهيئة الانتخابية من جديد قبل نهاية فترة التسعين يوما وتعليقا على الموضوع كتبت البلاد الجزائرية بخلاف ما كان منتظرا قرر المجلس الدستوري في فتوى قانونية تمديد فترة تولي عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة وأوردت اليومية أن المجلس الدستوري اعتمد على القياس بالمادتين مائة واثنتين ومائة وثلاثة لمعالجة أزمة الشهور ما دام هناك فراغ دستورية من خلال إقراره تمديد لبن صالح حيث أقر أنه بإمكانه إتمام مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مدة أقصاها تسعون يوما مضيفة أن السمرار بن صالح مرحلة دستورية لا تشوبها شائبة